مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم مشاهدين الكرام تبعنا أبنك كتير الحلقات حلقات سلسلة اقرأ لتعليم الصغار والكبار أطفالنا الصغيرين في الحضانة في صف الأول ابتدائي حتى الكبار في أي مرحلة سنية اللي عايز يتعلم قراءة وكتابة صح يشاهد برنامج اقرأ على قناة الصحة والجمال كمان حتى الكبار كبار السن اللي فتهم قطار التعليم عايز يتعلم القراءة وكتابة من جديد يشاهد برنامج اقرأ على قناة الصحة والجمال احنا قلنا قبل كده من أول حرف الألف حتى وصلنا حرف الكاف النهار ده ان شاء الله تعالى مشاهدين الكرام معانا حرف اللام حرف ايه؟ اللام استاذ المخلوقنا هنبدأ شرح سريعا 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 عشان احنا دخلنا متأخر شوية مشاهدين الكرام النهار ده هناخد حرف اللام المفروض نراجع على حرف الكاف ونقارن بينه وبين حرف القاف فيه صورة موجودة مقارنة بين حرف القاف وحرف الكاف قبل ما ندخل على حرف اللام عشان فيه ناس بتخطأ كتير في حرف الكاف وحرف القاف لو الصورة موجودة جريت نشوفها الصورة موجودة ندعطها معانا على الشاشة مشاهدين الكرام الصورة معانا على الشاشة اول حاجة لو فيه حد معانا لو فيه حد معانا على الهواء مباشرة اول حاجة مكتوبة ايه؟ الصورة ايه مشاهدين الكرام؟ موجود قلم موجود ايه؟ لو فيه اتصالات عشان أطفالنا يقرأوا على هواء مباشرة يقرنوا بين حرف الكاف وحرف القاف يريد نشوف أي اتصال قدامنا دلوقتي مشاهدين الكرام أول رسمة قدامنا إيه؟ قدامنا قالم قدامنا إيه؟ قدامنا قالم تمام كده لو أي مداخلة ولا أي اتصال تمام يريد أطفالنا يدخلوا معنا دلوقتي على هواء مباشرة تمام كده؟ موجود قدامنا قلم نقول إيه؟ اسمه إيه؟ قا 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 ما ينفعش أقول كلام اسمه قا 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 قلم تمام كده؟ موجود إيه تاني مشاهدين الكرام بعدها؟ فيه حاجة بنلعب بيها كده لو فيه أي مداخلة وفيه أي حاجة ماشي تمام فيه قدامنا بعد بعد القلم اسمه إيه؟ قا قا بالقاف مش الكاف القاف مفخمة الكاف مرقاقة رؤيا الكاف ما نفهاش أقول كلام اسمه قا 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 قلم تمام كده مشاهدين الكرام فيه بعد كده كرة إحنا بنلعب بيها تمام الكرة دي بالكاف ولا بالقاف يلا معنا كده يا حبيبي يا حلون يا مقاطاطين أيوا برافو عليك كده يا حمادة دي كرة كرة بالكاف تمام بعد الكرة إيه يا حبيبي يا حليون يا مقاطاطين فيه حاجة في السماء كده من وره هي إيه يلا حبيبي يا حلوين أيوا فيه قمر برافو عليك بالقاف مش بالكاف قا 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 قمر تمام مش كاف دي قا 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 طيب تاني حاجة في الصف التاني كده يلا حبيبي يا حلوين فيه حاجة كراسة كتاب أيوا فيه كتاب أيوا لا كتاب مش بالقاف بالكاف كي 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 كتاب برافو عليك يا حبيبي وليدك أيوة كده بعدها حاجة كده منركب فيها مواصلات يلا كده ايه ده ده عربية دي ولا ايه لأ قطار أيوة بالقاف قي 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 قطاره بالقاف يا حبيبي يا حلوين عشان نركز بين القاف والكاف الله ينور عليك يا حبيبي والدك تمام كده آخر حاجة قدامنا حبيب يا حلوين يا مقططين في حاجة كده تمام ده إيه ده كرسي تبقى الكرسي يا حبيب يا حلوين بالقاف ولا بالكاف يلا كده برافو عليك يا عم عزة الله ينور الكرسي بالكاف شكراً مشاهدين الكرام شكراً إحنا رجعنا مع بعضنا وقارننا بين القاف والكاف النهاردة هناخد حرف إيه هناخد حرف اللام هناخد حرف إيه اللام مشاهدين الكرام النهاردة سلسلة اقرأ أسس ابن صح ماشي 28 النهاردة هناخد حرف اللام طبعاً مشاهدين الكرام اللي بعتولي مشاهدين مشاهدين الكرام مشاهدين زمائلنا أو اللي أصلي مشاهدين الكرام اللي بعتولنا أو اللي أمور على اللام الشمسية والقمرية حبيب يا حلوين أنا إزاي أخد اللام القمرية واللام الشمسية وانا لسه أصلاً ما خدتش حرف اللام تمام كده يبقى نعمل إيه ب them يبقى نتعلم حرف اللام الأول شكل حرف اللام الأول صوت حرف اللام الأول وبقى كان نأخذ اللام القمراء والشمسي تمام وفي برضو ناس بأعتذيلي على التنوين على إيه التنوين قلت لهم لا برضو إزاي هاخد التنوين وانا لسه ما خدتش النون أصلاً لابد أدريس النون الأول شكلها وصوتها علشان أدخل على التنوين يلا بينا النهاردة هناخد حرف اللام يلا يا حبيبي يا حلوين ونتعلم شكل حرف اللام قدي اللام أهيه بصولوا كده كل يبصلي ألف أهيه خلاص يا عم جمال أم عزب تمام كده أهيه قدي الألف أهو تمام بص بص وفي تحت السطر حاجة زي النوم كده تمام كده قدي اللام منفردة نطلع كراسة شكل الحرف نطلع كراسة ايه؟ شكل الحرف ونكتب فيها أول صفحة على يمين شكل اللام منفردا نعمل تاني ازاي كده يا عم عزب أهو يا عم جمال بصوا 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 حبيبي يا حلوين أدي واحد ألف أهيه ألف تمام كده عشان نعرف نرسمها كويس وتحت السطر يا حبيبي يا حلوين حاجة زي النوم كده ايه رأيكم تمام كده شكلها جابيل كده يا أستاذ مكاوي أهو كيلاني أستاذ كيلاني ماشي حبيبي تمام كده أدي اللام أهيه أدي اللام اللام يا حبيبي يا حلوين يما أطعطين أهيه اللام عشان ما فيش حد يعمل لي اللام كده واحد زي الأستاذ كيلاني هعمل اللام كده أقول لأ لابد تنزلها من على السطر ما ينفعش تمام كده لابد تنزل مع السطر اللام المنفاردة أهيه هنعمل ازاي عشان الناس اللي مش عارفة تتعلمها أهو ألف وبعد كده تحت السطر نون أهو يلا معانا فاطيما السلام عليكم أهلا معانا فاطيما السلام عليكم ممكن يا فاطيما يا بطة ممكن نقفل نوطي التلفزيون شوية نوطيه خالص ونشوف بس الصبورة من التلفزيون ونسمع من التلفزيون ممكن يا حبيبتي يلا يلا سنة كم يا حبيبتي عندي كم سنة ثمان سنين ثمان سنين ماشي فاطوم انت بنين يا فاطوم فيوم من شارقية من الفيوم من الفيوم أحسن ناس الفيوم طب إيه يا راجح ناخد حرف اللام النهاردة تمام كده ماشي ماشي هكتب لك كلمة انت عندك ثمان سنين يعني عادية لمرحلة الأولى تمام كده ماشي انت تعرفت ترسمي حرف اللام كويس أي يعني ما بتغلطش كده وتعملي كده وكده لأ كده غلط لابد ننزل معل ايه ننزل معلصات ننزل معلصات الله ينور عليك طب أول بصت خليك معنا بقى في اللام حرف اللام اهو في اول كلمة يا حبيبتي اهو حرف اللام في اول كلمة اهو اوعي يا فاطمة اوعي تكتب حرف اللام صغير كده زي الدال ماشي حرف اللام طويل زي الالف وزي الطاء وزي الضاء وزي الكاف تمام كده حرف اللام طويلة اهو اده حرف اللام فأول كلمة يا حبيبتي قولي بقى انت كلمة بقى اول حرف اللام يا الله حبيبتي كده ليمون ليمون بس احنا في حاجة حبيبتي ليمون صح بس احنا لسه انت كبيرة شوية لسه الأطفال اللي معايا لسه اللي معانا من أول السلسلة تقرأ ما خدوش حرف الياء وانت قلت ليمون ما يعرفوش الياء الساكنة هاتي لهم كلمة تانية ما فيهاش الياء يلا كده حبيبتي الله ينور عليك لاعبة برافو عليك يا حبيبتي شوكرا حبيبتي شوكرا شوكرا يا حبيبتي اهو لاعباء شكل حرف اللام عامل ازاي يا عم عزب اهو ويعام جمال كمان يلا وشان مش هت يزعل يلا هذه اللامة هو فأول كلمة هي اللامة هي فأول كلمة هي لام طويلة لم طويلة ما هوش حد يعمل عيبة كده بص كده مع عزة بص وحدي يعمل لي كده ده إيه ده إن شاء الله ده لديه ولا لام لا ما تعملش كده اللام طويلة هي فأول كلمة مسك في اللي وراها اللام تمام كده ماريام السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام عندي كم سنة ماريام وليكم السلام طيب ممكن وقت تريدون شوية استاذينك ماشي خليك معي طيب خدنا حرف اللامة حبايبها حلوين اهو زعي بقى كده اول كلمة معزة بوسط اهو ماسك فيه حرف اللام مش رفاص طيب تعالوا شوف حرف اللام بقى في وسط الكلمة يا حبايبها حلوين يا مقاطاطين شوفوا اهو حرف اللام اهو شوف شوف بين شوف عامل ازاي اهو ده حرف اللام فين في وسط الكلمة في وسط الايه الكلمة شوفوا عامل ازاي اهو حرف اللام مش هتعمل لي كده عشان ما يبقى شبيه بالدال في واحد هتعمل لي كده لا اه حبيبي كده غلط ده كده الصح تمام كده حرف اللام طويلة اهو طيب قول لي مثال كده في حرف اللام في وسط الكلمة كده يا الله يا عم عزب يا الله حبيبي يا الله اهو عينة اهيه فتحة اللامة شوف شوف اللامة اهيه شوف اللام في وسط الكلمة اهي يا رأيكم بقى عالا شوفوا شوفوا رسمتها عاملة ازاي؟ أهي عالموا يا رأيكم حبيب يا حلوين أدي اللام ماسك في اللي قدامها واللي وراها فيه لام تانية بس هنأخذها في آخر الحصة لم ألف وسط الكلمة في أول الكلمة هنأخذها في آخر الحصة دي حاجة لوحدها هنتكلم عنها لوحدها عشان فيه أطفال كتير بابعرفش يرسموا السلام عليكم ولا أيها السلام عليكم ورحمة الله حلوك حمد الله يا رب العالمين طيب أستاذينك بس صوت التلفزيون ممكن نوطيه شوية ممكن يا أستاذة ممكن أنا وطيتي في تلفزيون خالص في تلفزيون طيب مين هتشارك معنا في البرنامج ابن حضرتك نورين تعالي طيب أيها أستاذة معك نورين يا مستاذ مرحب نورين عندك كم سنة معك نورين يا مستاذ مرحب والله نوط تلفزيون شوية يا نورين وط تلفزيون شوية واسمعونهم التلفزيون كلكم عشر سنين نورين عشر سنين طيب إحنا دلوقتي برنامج تأسيس قراءة وكتابة وإن شاء الله تعالى أنا عارف أني تحت طلبين عايزين تأسيس في النحو إحنا بس نخلص الحروف وكلم السيد الفاضي الرئيس القناة بعد تأسيس القراءة والكتابة إن شاء الله يبقى فيه تأسيس النحو إن شاء الله متشاكرين جدا يا نورين ومتشاكرين جدا على مدخلتك يلا حبابي يا حلوين أدي أهو اللام في وسط الكلمة زي عالمه أهو تكتب إزاي؟ تمام كده؟ طيب مفيش حد يكتبالي صغيرة زي الدال حرف اللام في آخر الكلمة عم عزب تعالى شوف كده أهو حرف اللام أهو في آخر الكلمة لو ما سبقهش حرف رفاص بص أدي الشرطة عشان ماسك في اللي قدامه أهو ده حرف اللام فين؟ حرف اللام في آخر الكلمة أحاوزين مثال كده حبيبي يا حلوين يوم أطأطين كده مثال على حرف اللام في آخر الكلمة بس ما سبقهش حرف رفاص يلا كده حبيبي أيوة الله ينور عليك تعالوا شوفوا عين فتحة أدي الميمة هي وأدي اللام فاخر الكلمة هي شوفوا عمد المسكة إزاي ماسكة في اللي قدامها عاملو أهي يعملو علمو ما شاء عم عزب عين فتحة عامل ميم فتحة ما لم ضمه له عاملو أدي النهارده كراسة شكل الحرف لشكل الحرف فقط ما نتكلمش على صوتيات فيها خالص تمام كده شكل حرف اللام أهو لو ما سبقهش حرف رفاص واحد حقول لي يعني حرف رفاص يا أستاذ الناس اللي لسه مستجدة حقول لهم إيه أهو الآلف وإجتاني عم عزب والدال والذال والراء والزاي والواو ماشي حبيبي حلوين ملك السلام عليكم ملوكة إيه لسه صاحي منهم لا ملوكة عندي كم سنة خطف برافو عليك يا حبيبي تولديكي أنا هد قولي لي كلمة كده فيها حرف اللام في آخر الكلمة كلمة فيها حرف اللام في الآخر يلا حبيبتي كده زي عاملو كده بس قولي لي أنت كلمة تانية كده يلا ملوك أعملو إيه أعملو الله ينور عليكي برافو عليك يا حبيبي تولديكي برافو عليكي ملشاكلين جدًا ملوكة وبتصل بنا دايما في اللقاءات القادمة إن شاء الله وتعالى يلا عملوا وآملوا زي ملوك؟ ما قالت وفيلوا برافو عليك يا حبيبي والديكي إنتا كمان يلا بيقدد للرساس كلاني إننا هردم بدع معنا ويتعب معنا جدًا ومكتهد كمان في القراءة والكتابة بربو عليك يا حبيب وليديك يا الله حبيب يا حلوين يا مقططين اللامة هي في آخر الكلمة زي عملوا وأملوا وفيلوا زي اللي سيد محمد ما قال يا حرف اللام بقى لو جي في آخر الكلمة ها ولو سبقوا حرف رفاص بصوا 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 أهي حرف اللام منفردا أهو مش حد يعمل اللام على السطر كده حرف اللام في آخر الكلمة حد يقول لي مثال عليها كده يا الله حد يقول لي مثال عليها كده ايه الله الله ينور عليك مأكول برافو عليك تعال نشوف مأكول يا حبيبة حلوي إيه ده؟ ده كلمات قرآنية هي برافو عليك والله بزاكر كويز أول يلا مأكول شوف اللمبقة اللمبة هي مرفوزة هي الوورة فستها مأكول في صورة إيه دي في صورة الفيل صح مأكول وكمان كلمة ثانية هي يلا عشان الناس حباب يحلون شوف اللم يلا حباب يحلون بصح بقى وكمان الله برافو عليك احنا ناسين وخلص نهائي ليه مش عارف والله تعال كده ياه والله حبي يا عم عزب بتفكر من الحاجات الجميلة اه يا الله اه جماله يلا يلا أستاذ الفاضل الأستاذ جمال عب عظيم مدير البرامج اللي دايما يعني مبدع في القناة وبرامجه كلها ممتازة يلا ادي جماله اه واعماله برضو مش فايدة ماشي مأكوله اعماله جماله ماشي والله يفوله كمان اه اه ولا تزعل يا عم اه بوص اه يبقى فوله وجماله واعماله ومأكوله كل سبقى حرف رفاص لا شاهدوا دي لسه في حرف الهاء تمام كده معنا دونيا السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم بوص ممكن نواطة ترفزين شوية واسمعينا من ترفزين السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم حلموا عايزة اتعلم القرية تمام تمام حضرتك اه تواصلي مع البرنامج ومع أسرة البرنامج وفيه أرقام حتلاقيها على الشاشة اه نا تمام فيه أرقام موجودة على الشاشة تواصلي معنا وحنبعتلك حنبعتلك 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 الدنيا بعدها هنطلع لكم فاصل ونرجع لكم تاني اقرأ 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 مشاهديني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير ومكملين معكم حرف اللام احنا كده اتعرفنا على شكل حرف اللام منفردا شكل حرف اللام في أول الكلمة زي لاعبة واللام في وسط الكلمة زي عالم ماشي واللام في آخر الكلمة ما سبقهاش حرف رفاص زي عمل واللام في منفردة لو سبقه حرف رفاص في آخر الكلمة مأكلوا أعمالوا جماله فوله تمام كده؟ يلا أنا قالت الكلمات أولياء الأمور لابد تملوا أبنائك كل كلمة كل كلمة أكتبها على الصبورة تمام كده؟ يلا حبيبي يا حلوين نشيل كراسة شكل الحرف ونبدأ كراسة صوت الحرف يلا كل يطلق كراسة صوت الحرف كده حبيبي يا حلوين مقططين يلا يلا يا حبيبي الكرام حبيبي ايه معاوزيني يلا بسرعة كده بقى ايه بتاخد وقت كتير قوي كده تمام كده؟ الله هنا وطلق كراسة صوت الحرف يلا علشان نتعرف على صوت حرف اللام بس قبل ما نتعرف على شكل حرف اللام يا حبيبي يا حلوين قبل ما نتعرف على شكل حرف اللام حاجة مهمة جدا اللام ألف اللام ايه؟ اللام ألف ناس كتير ما بتعرفش تكتبها ناس كتير ما بتعرفش ايه؟ تكتبها قادي استطرين اهو تمام كده؟ استطرين اهو كراسة علشان نكتب الحرف لم ألف بصوا كده حبيب يا حلوين مفيش حد يكتبلي مثلا زي مسلا مسلا نقول مثلا سلام ابو السلام واحد كتيب لي كده قلت لهيمشين انت اقولت لي يا أسوس كده وعمل لي كده لا ما ينفعش كده خلص اللم ألف لها طريقة تانية اللم ألف آلف اللا لها طريقة تانية بصوا كده حبيب يا حلوين يعني معزب علشان نأكد الناس تاني ذنية دمياط ماشي لحظة بص يا معزب بصوا يا حبيبا حلوين أجيب حرف الألف أهو بصوا اللام أهو قبل الآخر بشوية نجا عابلين كده تمام كده وكده بصوا بصوا أهو 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 وعى السطر كده واخد بالك يا معزب ونجا عابلين كده عى السطر كله أهو دا اسمها لام إيه لام ألف لام إيه تاني أكتبها تاني أهو تاني يعني بدل حرف اللام أهو ألف أهو وقبل الآخر بشوية زي الرأ كده زي الايه زي الرأ وفي آخر حرف الألف بصوا 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 أهو في آخر حرف اللام كده نجا عابلين كده دا حرف اللام ألف تمام كده كان في أول الكلمة ممفردا طب لو شبك في حاجة زي سلامه كده مثلا ها نكتبه إزاي بصوا بصوا حبيبا حلوين عشان كل الناس تعرف أهو نفس الموضوع أهو وفي الآخر أهو تمام كده واهو يبقى كده لو مسك في اللي قدامه أهو تاني تاني أهو يا عم عزب أهو أهو تمام كده تمام تاني أهو زي سلامه أهو السينة هي يلا شوف اللام اللام هي واهو سلامه تمام كده يبقى اللام ألف نركز فيها زي لاعب مثلا نكتب لاعب إزاي يا عم عزب أهو 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 لا عي بو اللام ألف إحنا أصدنا على اللام ألف يا أستاذ أستاذ عزب ماشي اللام ألف هي اللام ألف هي مفردة هي ولو مسك في اللي قدامها هي تمام كده يا عم عزب علشان إحنا قلنا إن نخليها لوحدها نكتبها لوحدها تمام كده يا حبيبي يا حلوين يلا نبدأ في صوت حرف الإيه اللام حرف اللام يا حبيبي يا حلوين من حروف الإيه هم حروف الإيه يا جماعة حد معايا مركز ها شوال واحد مركز شطور حرف اللام يا حبيبي يا حلوين من حروف المرقاقة من حروف الإيه المرقاقة رؤياء صح كده دم تعالنا نتعرف على صوتها كده بس بصوا حرف اللام دايما مرقق معدى كلمة واحدة وهو يلفظ الجلالة الله تمام كده هم يلا حبيبي يا حلوين طيب معنا عولي السلام عليكم عالو سعي عليكم السلام عندي كم سنة عولي أنا عايز أتكلم عن بنتي ممكن ماشي هاد فضل يا بنتي ذكر عندها ثمان سنين ونرح أسنى تاني ابتدائي بس في يراه والكتابة وفي الكتابة مش قوي ومظل تروح المدرسة باجأ لان قبل غيرت الكامير بتستوعبش اللي بتقول وكتابتها وحسن بتكتبش على السطر دايما طيب فنعايز أعلمها تكرأ قد كتب الزي إحنا حضرتك تواصلي مع الرقام اللي حتظر على الشاشة دلوقتي وعنبعد لك الفيديوهات كلها بتاعت الصحة وجمال برنامج إقرأ أنا مش معايا نيت طيب بالحل إيه مش معايا نيت بس عايز أعرف أتعامل معايا إزاي علمتك أو تكتب حضرك برضو تواصله على الرقام وهبعد لك صوتي ما فيش نيت برضو تمام طيب تابع معنا حضرتك تابع معنا البرنامج واحدة واحدة وبس خليها ما تنزلش مع السطر خالص في الحروف اللي ما تنزلش مع السطر تمام كده طيب أنا عايز أعلم القراءة والكتابة والتشكيلات والحاجات دي وتقرأ تقرأتها بطيئة يعني في تنية تدائي أنا أستيقى تقرأ الكلمة التاجاة الأول من ما تقرأ تمام حضرتك شو في المدرسة بتاعتها ممكن بضو وكون زعلانة منها في حاجة أو البنت زعلانة في حاجة والله فرحة من يمون الكرون أنا عارف دلوقتي ما فيش مدارس ولا فيه أي دروس والله ما عدش حتى دارت في القرآن ما عدش بخلها تروح قاعد طيب حضرتك مش بتعلمها أنا معايا تلتة إعداد بس في الكراء والكتابة مش قاعد تمام طيب حضرتك واصل معنا في البرنامج وإن شاء الله كل يوم كده هقول إيه مراجعة على حرف برنامجك سيد لو جمعت معنا في برنامجك من أمتى لأمتى يوم الثلاثة ساعة تمانية ويوم الخميس ساعة تمانية ساعة تمانية ويوم خميس ساعة تمانية طيب مش هك يلا مشاكلين جدا يا أستاذ مشاكلين جدا يلا حبابي هلويني نتعرف على حرف اللام احنا قلنا حرف اللام مرقق حرف اللام إيه مرقق بس في الله مفخم تمام كده تمام ياذ يومنا معنا السلام عليكم تمام شكرا يومنا وحاولي تتواصل معنا يا أستاذ زيبا بس يا سبحانبه عشان نشرح صوت حرف اللام وقل ندخل بعدها إيه ولو في حد برضو أثناء حرف اللام بس يكون صغير يعني الناس يكون صغيرة عشان تأخذ معنا الحروف تمام كده حرف اللام وإحنا أقولنا مرقق ما ينفعش أقول لا 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 عبا لا 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 بابتسم وانا بقوله بابتسم يعني إيه يعني حرف مرقق الحروف كلها ما بين اتسامة وتكشيرة خلاص كده يبقى حرف اللام مرقق ما عدا في لفظ الجلالة فقط ولا ما سبقهوش حرف مكسور يعني يفسح الله اللام هنا رقيقة هي تمام كده حرف كلمة الله فقط لو ما سبقهاش حرف مكسور تمام كده الله مفخمة حاجة الوحيدة المفخمة فيها الله تمام كده أما باقي اللحاجات لعبة مرقق أي لام في اللغة العربية مرقق تمام كده حبايب حلوين تتعني نسمع صوت كده حرف اللام كده ونتعرف عليه حرف اللام هو حركات قصيرة هي لم فتحة لا لم فتحة لا لم فتحة لا لم كسرة الله نور عليك يا حبيب والديك لم ضم برافو عليك دي اسمع حركات ايه كيلاني ها لا حركات قصيرة حركات ايه قصيرة أنا عارف انت مستقدم معنا بس هتبقى تمام بعدك أنا فأي ماشا حبيبي بص أهي لم فتحة لم فتحة لا والله اشرف لها أستاذ كيلاني من الناس المحترمة جدا ومكتهدة في عملها مخرجنا الكريم أستاذ محمد كيلاني تمام كده يا حبيبي يا حلوين ده حركات قصيرة يعني يا حركات قصيرة يا أستاذ يعني ما بيدش صغطي في الحرف وانا بقول لا ما ينفعش أقول لا لا لي لو حرف اللام الحروف المرقاقة ماشي لم فتحة لا لم كسرة لي لم ضمه لو لا لي لو دي اسمع حركات ايه قصيرة تبعوزين مثال يا كيلاني مثال على حرف اللام المفتوح كده يا الله حبيبي يا حلوين يم أطأطين يالك لا 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 بص حبيبي بص سواني لحظة قال لي لاعب لاعب دي بعدها مد بالألف ما ينفعش اسمها اللاعباء تمام كده ها هون لا عي باء شوف اللام هنا مفتوحة اهي اما لاعب يا كيلاني لاعب هي بصوه كده عشان تاخد بالك لاعب بعدها مد بال ايه بعدها مد بالألف لا عيب شوف الفارق بقى في النقط بقى ايه شوف غلطة بسيطة في النقط خليتها لاعب من لاعبا لاعب فعل ولاعب ايه فاعل اسم تمام كده يبقى لاعبا كلها حركات قصيرة لم فتحة لا عين كسرة عي با فتحة با لا عي با تمام كده حبيبي حلوين يبقى لاعب دي في المد بالألف ما ينفعش تمام كده حبيبي حلوين تمام الله نور عليكم لم هي فتحة هي لم فتحة لا عين كسرة عي لا عي با فتحة با لا عي با عليم دي بعدها مد بالياء احنا عاوزون لم كسرة عليم بعدها مد بالياء حركة طويلة احنا عاوزون حركة قصيرة حركة ايه قصيرة حركة قصيرة يعني تحتها كسرة بس مش بعدها مد بالياء تمام كده زي ايه حبيبي يا حلوين عالي ما اهو لم كسرة مش بعدها مد بالياء او اساس كيلان اهو عا عين فتحة عا عين فتحة عا ماشي هذه اللي لم كسر هي عا لي ما ماشي عالي ما عيني فتحة ع لم كسر لي من فتحة ما معنا سارة السلام عليكم علي صوتك سارة وعليكم السلام عندك كم سنة سارة ست سنين طيب قولي كده حركات حرف اللام القصيرة كده لم فتحة لم كسرة لم ضمة قولي لكلمة حبيبتي كده فيها لم ضمة كده يلا كده حبيبتي عشان اكتبها لك يا الله لم ضمة كلمة فيها لم ضمة يلا كده الله ينور عليك بسم الله ما شاء الله اكتبها لك لم ضمة استهجها لك كده عشان اعرف اكتبها لم ضمة بعد كده ايه با عين سكون با فتحة تا مربوطة تو لعباتو اللامة هي عشان برضو الناس ايه تشوفها كويس اهيه طيب انت قال لي ثاني كده حبيبته يستجهها لي يلا لعباتو لعباتو برافو عليكي متشاكرين كده حبيبته شكرا يبقى حبيبه حلوين لاعبا اهو لم فتحة لا زي لاعبا لم كسرة لي زي عالما لم ضمه لو زي لعباتو كده الحركات القصيرة خدناها لم فتحة لا لم كسرة لي لم ضمه لو تمام كده عايزين بقى الحركات الطويلة كده حبيبه حلوين يلا احنا قلنا لم فتحة ايه لا لم كسرة لي لم ضمه لو لم ضمه لو الله نور عليك دي اسمه حركات قصيرة طب عايزين نمد الحركة القصيرة دي نطولها شواته بحركة طولنا نعمل ايه كلاني اعمل ايه يلا حبيبي يلا طب اعمل ايه اعاوزين نمد اللام الفتحة دي انا اعمل فيها ايه امده بالايه امده بالالف يا حبيبي بص الفتحة بتحب مد بالالف تمام كده ما ينفعش امد الفتحة دي مد تاني يبلم فتحة حركة قصيرة أمدها إيه الله ينور عليك يا حبيب والدي لا لا تمام كده لا دايما كلمة لا دايما فوقك على طول أهي لا تمام كده حبيب يا حلوين أهدي الأم ألف اللي احنا ساخدنا من شوية رسمتها هيو لا وممكن أعملها كده كده زي سلام وعلام تمام كده لم فتحة لا طب عايزيني مدي اللام الفتحة القصيرة دي زي إيه لا طب حد يقولي كده كلمة يلا فيها لم ألف كده لم مد بالألف يلا لم بعدها مد بالألف حد يقولي كده يلا هم آهو آيوة آهو برافو عليك لاعبو برافو عليك يا حبيب والدي أيوة كده كلاني مبدع نهارده حبيب يا حلوين تمام كده شوف أهو اللي لسه رسمينها دلوقت أهو لا لم بعدها من دلالف لا عيني كسرة عي لا عي بقى ضم بو لا عبو تمام عاوزين بقى شكل حرف اللام التانية كده اللي لسه الهالي دلوقتي يلا برافو عليك أيوة كده زي إسلام أو سلام أهو إس إس طيب أكتب بس الكلمة دي بس وناخد مريم يلا بص يا حبابي أهو أهو يا حبابي إسلام مو تمام كده أدي شكلين حرف اللام ألف أهو هنا ألف همزة كسرة إي سين السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ماريا من زي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا تبا إحنا نبصه نعمل حاجة حلوة قوي نوطي تلفزيون نوطي التلفزيون ونسمع بالتلفون بس بعد الزكور يلا حبابي أهو يلا حبيبتي قرأي الكلمة دي كده لم بعدها مدل ألف لا عزو الله يناور عليك تبا الكلمة التانية دي كده الله تعدي كم سنة عندي سبعة سنين سبعة سنين تمام تبا إخراج الكلمة التانية كده لا أهي موجودة على الشاشة برافو عليك يا حبيب برافو متشاكلين جدا وبرافو عليك والله ممتازة يبا لاعب وإسلام تمام كده يبا فروض نستهجع عشان المستجدين يلا ألف همزة كسرة إي سين ساكنة ما ينفعش انطقل وحدها إس لام بعدها من دول ألف لا يبا إس لا ممضمة ممضمة مو إس لا مو طب لام كسرة حبيب يا حلوين لام كسرة لي لام كسرة لي عايزين نمد اللام كسرة دي يا كلاني نمدها بالإيه يأ نمدها بالإيه يا الله ينوه عليك برافو عليك نمدها بالإيه أيوة كده ممد عن نهار دا كلاني برافو عليك يا كلاني اللام لام الحركة القصيرة حركة قصيرة كسرة الكسرة عشان نمدها نمدها بالإيه ما ينفعش نمدها بحاجة تانية لي برافو عليك حد بقى شواطر كده عسول يقول لي كلمة فيها لام بعدها مد بالإيه يلا عم جمال كده يام عزب يلا الله ينوه عليك النهار دا مبدع والله يلا شوف عين فتحة ع لم كسرة لي اللام الكسرة دي بعدها مد بالإيه نقول إيه علي يلا بعد كده إيه بعد كده مين أنا سمع صوت كده بقوله إيه الوقت لا عين فتحة ع لم كسرة لي ع بعدها مد بالإيه علي مين ضمه مو علي مو تمام كده طيب لم ضمه لو لم ضمه لو اللام الضمه دي يا عم جمال عايزين نمدها نمدها بإيه نمدها بالإيه بالياء نمدها بالألف برافو عليك نمدها بالوا آهو يلا يلا حبايبي يا حيليون آهو أدي اللامة هيه بعدها مد بالوا آهو لو طيب عاوزين كلمة كده بقى يلا كنت رول حبيبي كده الله ينور عليك أي ده الناس مزاكرة النهاردة ولا إيه مزاكرة من وراي ولا إيه آهو الناس مبدأ عن النهاردة بسم الله ما شاء الله أيوة كده أنا عايز الناس كلها دائما كده آدي اللامة هيه قو لو وآدي البقى بص حبايبي يا حيليون قاف ضم قو اللام بعدها مد بالوا لو قو لو بق ضم بو يبق لو بو كده حبايبي يا حيليون نتعرفنا على حركات القصيرة والحركات الطويلة حرف اللام لم فتحة لا زي لعبة لم كسرة لي زي علمة لم ضم لو زي لعبة لم بعدها مد بالألف زي لعب زي إسلام لم بعدها مد بالياء زي علي لم بعدها مد بالو زي قلوب تمام كده حبايبي يا حيليون يالله علشان ناخد السكون ناخد الايه السكون برابو عليك يا حبيب والدي أيوة كده الناس كلها معاية تمام كده ناخد السكون يالله حبيبي يا حيليون معنا بسانت السلام عليكم وعباكم السلام بسانت كم سنة يا بسانت سبع سنين سبع سنين أيوة الصوت حاسي ان انت اكبر من كده مش عارف ليه يا بسانت نعم احنا دلوقتي خدنا الحركات القصيرة لحرف اللام والحركات الطويلة عاوزين ناخد السكون دلوقتي ممكن أيوة يا الله حبيبتي يا الله كده اللام الساكنة يا حبيبتي نعرف انطقل وحدها إيه اللام الساكنة اللي احنا ما اخدها النهاردة دي نعرف انطقل وحدها أيوة الحرف الساكن حرف ضعيف حرف الساكن حرف ايه ضعيف ما ينفعش يتنطق لوحده لابده سنده بحرفي تاني يا حبيبتي سندنا الالم هيت سندناها بالالف يا الله كده ألف همزة فتحة آه لام ساكنة ينفع انطقل وحدها لا يبقى انطقي كده بقى الالف همزة فتحة واللم الساكنة كده مع بعض يا الله ال الله ينور عليك ال تب لو ألف همزة كسرة لو ايه ألف كسرة يعني ألف همزة كسرة ال تب لو ألف همزة طم قل الله ينور عليك طيب لو حاء وبعدها لم سكون نقول ايه حن الله ينور عليك تب لوحاء وبعدها لم سكون حاء كسرة وبعدها لم سكون نقول ايه حن طيب لاب لو لم ضام لوحاء ضامة ولم سكون نقول ايه حن حل وهكذا الحرف كلها وال 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 حل 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 شل 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 تمام كده طيب قليني بقى كده قليني كلمة كده بقى فيها حرف اللام ساكنة يلا قولي كده هالذين لا كلمة كلمة كن فيها حرف اللام عليها سكون يلا طيب حبيبتي بشكرنا حبيبتي واسمعينا بقى من التلفزيون وحنقولك على الكلمات يلا حبيبتي حلوين بصوا وشوفوا هنا كده اهو من فتحة ما لم ساكنة نقول ايه يلا كده يلا كده نيه انطى كده يا كلاني يلا هم من فتحة ما لم ساكنة مل الله ينور عليك ايوة كده ينفع يا كلاني انطى اللام الساكنة لوحدها ما ينفعش اي حرف ساكن ما ينفعش اطنط لوحده لابد انطأه بالله قدامه مل ودي العينة هي الله ينور عليك مل عبو يا لا مكتب لا ما فيش لم ساكنة مل عبو ويلعبو هم وهي تاني و ألعابو أهي تعالی نشوفو الألعاب النهاردة كلها الألعاب ليه كده النهاردة أهي ألف همزة فتحة آ شوف اللام الساكنة شوف اللام الساكنة يا حبايبي يا حلوين أهي ما ينفعش انطاءة لوحدها ألعاب يلا بو تمام كده معنا علي السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام و راحة الله و بركاته رو السلام عليكم ايه دكتور انا والد جودي علي والد من؟ ايه ايه انا والد جودي 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 اهلا وسهلا بحضرتك جودي انا اربع سنين اربع سنين انا انا خليك دكتور فكراء اه بترام اه بترام اه طبعا لنفتيش طبعا اللي هي عالتا كله تمام انا حين حاجات تخصصة لي على الوقت ممكن تم ايه 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 بدر انا شعال لحظة الصوت حضرتك بعيد عني يا دكتور الصوت حضرتك بعيد عني جداً هيا تمام طب ممكن تتوصل معنا تاني عشان فعلاً أو توصل معاي على الرقام اللي هتصر على الشاشة وهاشوف المشكلة بتاعتك عشان الصوت فعلاً ضعيف شكراً يا فنم يلا حبابي يا حلوين ال 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 يلا عم عزب حل 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 ماشي شل 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 اللام الساكنة ما ينفعش أنطق لوحدها ولا أي حرف الساكن ده بد أنطقه بحرف قدامه زي مل مين فتحة؟ ما لام ساكنة؟ مل عين فتحة؟ عا بأضمبو مل عبو وألعابو يلا يا حبابي يا حلوين خلصنا اللام الساكنة تمام؟ آخر حاجة عندنا علشان الوقت يا حبابي يا حلوين اللام المشددة اللام الايه؟ مشدد يعني مشددة؟ حد يقول لي كده لا 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 طبعاً دي لا طبعاً يا حبيبي اللام مشددة يعني عليها شدة يعني حرف مضعف يعني بنطقه مرتين بنطقه ايه؟ مرتين تعالوا نشوف كده اللام المشددة كده حبيبي يا حلوين يا مقطاطين نشرح نكمل الأول نكمل الأول شرح اللام يلا حبيبي يا حلوين ادي اللام المشددة اهيه اهيه ادي اللام المشددة اهيه لابد نتعود نكتب صح اهو ادي اللام اهيه المشددة اهيه طيب عندنا يعني ايه شدة؟ احنا يعني ايه شدة هام عذب؟ يعني ايه؟ يعني ننطق الحرف مرتين شدة يعني اتنين الاول منه ساكن والتاني متحرك يلا كده يلا بصحبا يبقى حلوين اللام شدة وفتحة دي عشان انطقها اللام دي حرفين اصلا ها لم ايه يلا لم ساكنة ولم ايه متحركة تمام كده ما ينفعش انطقه اللام الساكنة لوحدها تب حطينا اللي هنا الف هي يبقى ايه ننطق كده ها الا ها لم ايه منطقه مرتين مرة ساكنة اهي اهي حد ينطق اهي ال لا طيب لو ايه هم يلا حد يقولي بقى اللي لا ينطق الكلمة الحرف دي ينطقها ازاي اهو اللي بتنطق كده بتنطق كده يا جماعة لكن بكتبها كده الشدة يعني حرف مضعف يعني بنطقه مرتين الاول منه ساكن والتاني متحرك اهو الف ضمة او اول لو شوف اول لو اهي ادي اللام ساكنة ودي اللام المتحرك لو يا حبيبي يا حلوني الله عم عزب كده لو شد وفتحة يبقى سكون وفتحة لو شد وكسرة سكون وكسرة لو شد وضمة سكون وضمة طيب عاوزين يعاوزين يعاوزين وبقي بقي لإيه الكلمات كلها حل حلي حل شل 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 تمام كده ولا ولي ول يلا حبيبي يا حلوين عاوزين كلمة كده بقى فيها حرف اللام مشددة يلا كده حبيبي يا حلوين مقطعطين كده مثلا بصوا حبيبي يا حلوين بصوا كده آه أنا نقول إيه مثلا يلا آه مثلا الاسم بتاعي آه والد زاد آه يا جماعة تمام الله نور عليك برافو عليك يا حبيب والديك شكرا أستاذ محمد شيء جميل جدا يا جماعة الإدارة توصلت معنا نزود ربع ساعة عشان الحلقة تمام كده عشان الناس اللي بتحب التعليم يلا حبيبي يا حلوين يلا ننطلق مع بعضنا كده عين فتحة عا لم شده وفتحة نقول إيه علا اللام أهي شفنا طقناها إزاي أهي أدي العين أهي بص يلا سلمة السلام عليكم وعليكم السلام بص يا سلمة عندي كم سنة عندي أربع سنة 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 عديد ياه أنا قد بدي سلمة أنا أشكرك على الكلام الجميل اللي أنت بتقوله ده وأنت بتشيد الأطفال جدا الله يكريمك الله أخليك شكريم جدا وعمل وحديتك صرات وبرنامجة الجميل جدا الله يكريمك وفيه ملاحظة أنت قلتها أنا صراحة ما فيش أي حاجة من اللي أنت قلتها ما بتفيريش كل اللي أنت بتقوله بتشيد الأطفال جدا الله يكريمك الملحوظة اللي أنت تعليمتها نهاردة إيه الملحوظة لم ألف لما يكون عليها فتحة تصنف ازاي الكلمة اللي انت قلتها دي احنا عندنا في المدرسة ومشي تجدها النقال اكيد طبعا اكيد اكيد بتشاكلين جدا ويعني حقيقة يعني مبسوط جدا ان في ناس كبيرة بتتعلم من الحاجات دي طب يلا يا الله حبابي حلوان كدن ايه نقرأ الكلمة دي عم عزب يا الله يا الله عم جمال عين فتحة عا عين فتحة عا لم هنا شدة وفتحة نقول ايه عال لا عال لا معانا مداخلة عال لا اللان بعدها احمد بلاعرفه ايه عال لا ميمضامة مو بص حبابي بص بقى تم عاوزين نقطع كلمة دي يا ولاد يلا يا ولاد يا حبابي حلوين يعني عاوزين نحلل الكلمة دي لما خطها صوتية يلا كده حد يقولي كده لا 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 بص حبابي معانا مروانا السلام عليكم يا مروان ممكن بس يا ابو مروان ممكن وط تلفزيون شوية ونسمعنا من تلفون وبس ونبص بس عالتلفزيون يلا مروان يلا مروان اقرال كلمة دي مروان كده وحللها لي لمخاطع صوتية يلا يلا لا بص 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 لا احنا كده بابا غشيشك صح ولا بابا غشيشك في الاسم في الكلمة دي صح ولا لا 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 تسمعوا بص تب حلل هالي مخاطع صوتية خلص بقى انا حسمع برضو على فكرة حسمع صوت بابا يلا كده هي علموا فعلا حلل هالي لو حللتها لمخاطع صوتية يبقى انت اردها صح يلا نسمع نسمع من التلفون يلا ماشي نحللها بقى نحللها المخاطع الصوتية يلا اه ماشي عين لا ما اسماش عين اسمها عين عين طب ممكن نسمع من التلفون اه سادزة السادزينكو يعني عين العين اهي العين اهي يلا عا هم عالة ماشي انا هاخد ايه مع العين لوحدها وهاقطع ولا ايه كي اعلامو انا عارف ان يعلامو والله قل لي انا سحللها ايwith هاخد العين لوحدها واقطع ولا هاخد العين مع حرفي ثاني ولا اعمل ايه لازم مع حرفي تاني تب قللي خد كزهة خد العيني مع اللام مع الالف وقطع قل لي يلا اه مع الناس طب شكرا شكرا متشاكلين جدا شكرا هو معرفش حل المخاطر الصوتية انا هعلمها لكم هناخد عشان نعلي بص حبايبي حلوين شوف انا بنطق الكلمة ازاي عل لا مو زي ما بنطقها اطقها الموضوع سهل جدا والله احنا قلنا ايه الشدة انفكها اتنين ماشي الشدة ايه اهي الشدة اتنين اهي الشدة ده اهي هنفكها اتنين واحدة ساكن واحدة متحرك شدة وفتحة يعني سكون وفتحة عل شوف انا عزب اعلموا ليه عل يبقى نقطع هنا بعد السكون نقطع على طول عل تمام كده اهو عل طب اللام دي يا حبايبي يا حلوين بعدها ايه ماد بالالف احنا قلنا الماد مع الممدود في التقطيع اهو عل ماشي ونقطع يبقى الحرف المتحرك لو لوحده ما بيش بعد السكون ولا ماد لوحده اما لو بعد السكون يبقى عل لا مو كم مقطع كده حبايبي يا حلوين ادي واحد اتنين ثلاثة تمام كده حد يقول لي كلمة تانية كده يلا يا عم عزب او اي حد يلا من الكنترولي يقول لي كلمة تانية كده في حرف اللام اه صحيح حلل الى مخاطع صوتي صح كلمة حلل اهو بص يلا حباي كلمة ايه اهو كلمة حلل يلا حد بقى يحلل هالي كده المخاطع صوتي احنا بقول لك حلل الى مخاطع صوتي يراوكم في الكلمة دي بقى احنا بقول لي ايه حلل اهو حل لل الى مخاطع مخاطع صوتية احنا بقى هنختار من ده العنوان بتاع التحليل حلو كده يلا عاوزين نحلل الكلمة دي يراوكم في الفكرة دي بقى يلا هالي كده عم عزب ايوة يلا انت بقى حلل هالي مخاطع صوتي يلا يلا كده احنا قلنا الحرف المتحرك لوحده ولو فيه حرف ساكن بعدي يبقى السكون مع اللق قدامه مع اللقابليه لو حرفه مشدد نفك الشد يلا كده كلمة دي كده يلا عم عزب حلل هالي انت كده عم عزب يلا يلا حبابي يا حلوين مش ولا واحد ياه فينك ياه يلا حا فتحة حا شوف انت قول كده كده قول كده الكلمة ديت لا لا الكلمة الكلمة شوف واحدة واحدة بس قولها براها حل شوف حل اهو الله ينور عليك شوفوا زي ما بنطعب الزبط حل بعد السكون تقطع على طول حل شوف بقى اللام التانية هي مش ده اتني اللام ادي اللام التانية هي حل لي قال لا ده فيه سكون تانية اهو نقطع اولا ناخدها معانا اهو حل لل طب ده فعل امر صح علي اخر سكون اهو حلل ادي واحد مقطعين حل لل حل حل فيه لأمر تمام كده اخر سكون اهو حل يبقى مقطعين بس حبيبين تمام كده كده حبيبين حلوين عم قطاطين خلصنا اللا لي لو الحركات القصيرة تمام كده وخدنا وخدنا الحركات الطويلة لا لي لو وخدنا الحرف الساكن ال ال وخدنا شدة ال الل الل هنعمل اخر حاجة هي ده هنختم بعدها على طفل هنختم بعدها هنختم بعدها ده الشبكة وهنختم هي استاذ محمد انا عارف انت واقف فوق دماغنا ماشي يلا حبيبين حلوين يلا ادي اللامة هي لو رمينا الشبكة على حرف اللام يا عم عزب هيجيب سمك ده اسمها شبكة اهي يلا اسمها شبكة ايه ايوة شبكة الحرف يلا رمينا الشبكة على حرف اللام هنختم بعدها رمينا الشبكة على حرف اللام هيجيب لنا ايه هيجيب لنا الحركات القصيرة يا استاذ اللي هي اللا واللي هي اللي يلا واللي هي اللو واحد يقول لي انت بركز على حركات اللي الحركات دي يا حبيب بحلون هي اللي هتعلمني الكلمات وهتعلمني امطأك صح والحركات الطويلة لا الحركات الطويلة لي الحركات الطويلة لو يبقى لا لي لو لا لي لو وهتاخد ايه الحرف الساكن اهو ال و ال وحل وحل وهكذا وهتدينا برضو الشد يلا كده زي ايه يا حبابي يا حلوين الا اللي اول لو يلا شبك كده يا عم عزب برافو عليك يا عم عزب كده يا حبابي يا حلوين نكون للأسف الشديد أنا زعلاني لنا حسيبك دلوقتي والله بجد وكنت نفسي والله كنت ساعة ساعتين كمان ونتجاوب مع ال كم الاتصالات الهائلة ديت مشاهدين الكرام اشكر اشكركم لحسن متابعتكم واشكر زملائي من اكبارهم الى اكبارهم عشان مش حتى تصغير فيهم واشكر جميع من ساعدنا في هذا البرنامج واشكر الادارة الموقرة اللي اتحت لنا وقت اللي نعلم فيه اطفالنا واولادنا واشكر حضرتكم مشاهدين الكرام لحسن متابعتكم وإلى أنا ألتقي بكم الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى اترككم في رعاة الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته